السلام عليكم إن شاء الله نكمل في دورة حفظ الأربعين النووية ومعنا في الدرس ده الحديث رقم 4 يروي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما مطفى ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه الإمام البخاري ومسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه الإمام البخاري ومسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة في بداية خلق الإنسان بيكون نطفة مدة النطفة دي هي أربعين يوم ثم يكون علقة مثل ذلك بيكون علقة أربعين يوم أربعين وأربعين يبقى كده تمانين يوم العلقة معناها إن هي قطعة صغيرة من الدم المتجمد ثم يكون مضغة مثل ذلك أربعين يوم كمان بيكون فيهم مضغة مضغة يعني مقدار ما يمضغ من اللحم يبقى أربعين وأربعين وأربعين كده مية وعشرين بعد مية وعشرين يوم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح في فرق بالنفخ الروح وفرق بالنبض لما واحدة بتروح للطبيبة وإن هي بتشوف الجنين ده بتلاقي إن فيه عملية نبض النبض ده بيوصل له بعد مقدار بسيط من الوقت ده بيختلف عن مسألة إيه؟ ينفخ فيه الروح بينفخ فيه الروح بعد مية وعشرين يوم بعد كام؟ بعد أربع شهور بعد كام؟ أربع شهور حمل بينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات ده اللوح المحفوظ بقى بتاع الإنسان ده بكتب رزقه يعني الرزق بتاعه أديه في هذه الدنيا وأجاله يعني هو يعيش أديه وعمله العمل اللي عمله في الدنيا كويس ولا وحش وشقي أو سعيد يعني أنت هتكون من أهل الشقاء ولا من أهل السعادة من أهل الجنة ولا من أهل النار وربنا تبارك وتعالى يكتب ذلك بقدرته سبحانه وتعالى إن أنت هتخير بين الخير وبين الشر فإنت هتعمل أعمال إيه؟ حسنة وكويسة فتكون من السعادة إن أنت هتخير لأن إحنا في الدنيا مخيرين إحنا مخيرين بين إحنا نعبد ربنا وإن إحنا من ننبوتش ربنا سبحانه وتعالى إنت في استطاعتك أن إنت تعمل كده فلما إنت تخير بين ذلك فإنت لما بتخير إنت هتختار الخير فربنا علم بعلمه أنك ستخير وتختار الخير فكتبت من أهل السعادة وأن أنت ستخير وتختار الشر وتختار طريق الشيطان فكتبت من أهل الشقا فوالله الذي لا إله غير النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة يعني في الدنيا ونحن نشوف أنه يعمل بعمل أهل الجنة حتى في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس يعني هذا الظاهر قدام الناس وإنه لمن أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إن إنسان تجده بعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع يعني تيجي الخاتمة بقى تيجي نهاية الخروج من هذه الدنيا فيسبق عليه الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ اللي كتب فيه رزق وعجل وعمل وشقي أو سعيد فيعمل بعمل أهل النار فيدخله إن الإنسان ده يصل في النهاية أنه يختم الحياة بتاعته بخاتمة سيئة وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا الذراع أنت شايفه في الدنيا وهو بيعمل بعمل أهل النار بيعمل معاصي وخطايا وانت شايفه كده حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني بينه بين النار فيسبق عليه الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ بتاعه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله إن يوفق أنه يخرج من هذه الدنيا بعمل من أهل الجنة فيوفقه الله تبارك وتعالى لدخول الجنة يبقى الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه الإمام البخاري ومسلم أسأل الله الكريم الحليم أن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في جناته جنات النعيم وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته